بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم والحكيم اللهم زدنا علما وبارك لنا فيما أعطيتنا اليوم عندنا ضمائر الوصل relative closes احنا عندنا الهو والذات والويتش هذه أول ثلاث أدوات طيب بالبداية احنا لازم نعرف بأن الهو تستخدم ل ربط بين جملتين عاقل عوضا عن الفاعل العاقل هاي الهو هذه أول أدات وعدنا كذلك الويتش واللي تستخدم عوضا عن الفاعل الغير عاقل للجماعة ويتش وكذلك لدينا الذات تستخدم بدل عن الفاعل والمفعول به كل الفاعل فاعل والمفعول به كل الفاعل والمفعول به طيب ناخذ ملاحظات على الهو المعنى المعنى مو مهم الاستخدام بدل الفاعل الهي والشي والذي الاستخدام بدل هذول طبعا علي احمد اي شخص القاعدة مالت الجملة يجين قبلها فاعل عاقل وراها يجين فعل وراها يجين فاعل عاقل وراها فعل اجهنا سامر is a player هو لاعب he scored the winning goal الحل رح يصير سامر is the player who scored this woman goal شوف المثال شلون صار وشلون حلينا هذا هي الهو اول اداة مطينا المثال عليها everybody طبعا لها فاعل عاقل و هذا الeverybody كل شخص who came to the parity الذي وراها اجاني came فعل لاحظ لي اللي هو قبلها فاعل واللي يجي وراها هو الفعل the woman المرأة عاقل و lives نفس الحالة تجي دل على العاقل people العاقل وراها complain فعل رئيسي complain يشتكو the woman الفاعل وراها live نفس الحالة people complain اذا تلاحظ كلهم يجيك وراهم design فعل دائما تجيك عن الفاعل العاقل وتجي وراها فعل شوف شوف هنا designs يصمم called يتصل او ينادي انوان عاقل وانس يريد كل الهو يجيك وراها عاقل كل الهو يجيك وراها عاقل تجي مع العاقل وراها يجيك فعل وقبلها يجيك فعل الذات قلنا مع العاقل وغير العاقل ويلكل stories stories that have unhappy قلنا من العاقل الذات تجوية لكل طبعا وملاحظة على الذات انو الذات ما تيجيك ويا فارزة الآن لما نستخدمها ما يصر نستخدم فارزة أبد الذات ما نستخدمها ما يصر استخدم الفارزة أبد طيب بيقول ان ريليتفي كلوز ويوز الهو والذات والويتش ناط هي شيء ما يتوني ذكرته ان نحن عدنا هي شيء والذي نستبده بدال الهو الويتش طبعا ما شرحت هس رح شرح لكم ياها ونطع عليها مثال انا فضل الشرح بالملزم اشوف شون حلو وواضح الهو يجي قبلها فعل عاقل وراها فعل ننتقل الان الويتش طبعا الويتش مرات تجي بدال الهو وبدال الذي الويتش يجي قبلها يأما فاعل غير عاقل وراها فعل او يجي وراها فاعل او يجي وراها فعل يعني الويتش دائما تجي مع غير العاقل الويتش دائما تجي مع غير العاقل الويتش دائما تجي مع غير العاقل مع الجمال زيني شي يجور الويتش تجيك حالتين يا أما فاعل يا أما فاعل يا أما فاعل يا أما فاعل أجعلها الجملة I have read the letter لقد قرأت الرسالة علي send it for me اللي أرسلها علي إلي الآن أنا قاعدة على الرسالة لذلك إيش راح أسوي الليت راح أحذفها ليش حذفت الليت لأن راح أحوض هي بدال الويتش راح أقول I have read the letter which علي send to me يعني يقول يمكن أن يأتي بعد الويتش حرف جر الويتش اللي هي هاي اللي عندنا راح نحذفها الادوات عفوا اللي عندنا الفاعل ال it راح نحذفها وحروف الجر ذن اللي عندنا اللي from and on أيضا ممكن تجين this is the dog at eight this is the dog ال it يعني حذفناها which ate ولا تلاحظ هنا الدوغ غير عاقل وورا الويتش إجاك أي تفعل دائما وورا الويتش يجيك يأما فعل يأما فاعل شوف هنا ويتش رامي فاعل طيب إذن مراجعة الأخيرة للويتش الويتش دائما يجي وراها يأما فاعل يأما فعل ويمكن وهي طبعا الويتش والذات نفس الشي كل فرق ماكو بيناتو مية بالمية زينستاذ بالامتحان شلون بي ماكو بالامتحان لا تخاف هو رح يجيب لك الجملة واضحة محددة بينها يعني the key شوف هناك keys جماد وذات وراها جاك فعل ذات والويتش قلنا نفس الشي ذات والويتش قلنا نفس الشي قبل الويتش يجيك فاعل جماد keys مفاتيح keys مفاتيح طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة لي هذا الويت